اشتركوا في القناة هنا عندي كوب ونص من الدقيقة الابيض وكمان عندي ملعقة صغيرة مليانة من الملح فقط هذه مقاديرة وماء يعني ما ما نضيفش حليب ولا سكر ولا شيء هذه المقادير اضيف الماء الدافي بالتدريق الى لما تحصلوا عقينة طرية بس ما تتلصقش بالياد زين عقينة الخبز بس تكون العقينة حلوة تعرفوا ليش العقينة حلوة لانه كل ما تعقنوا كل ما تطلع العقينة احسن واحسن تعطيكم اقلسوا اعقنوا اعطوها قدر الامكان في العقين تمام وانتم تعقنوا عشان كده تعقنوا تمام تكونوا سبحوا وهللوا وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام يعني هاد الشي كده يخليكم ما شاء الله بعد كده من غير ما ترتاح قسموها الكرات اللي انتم حابينة شوفوا اني بخليها كبيرة يعني ثلاث كرات كبيرة بخليها بس انتم خلوها اذا تشتوها نفس حكم المحلات لا كل كرة قسموها قسمين يعني الكوب ونص دقيق يقلكم ست حبات زي حق المحلات انا قسمت ثلاث حبات وكمان عندي قدلكم زيت مع ملعقة سمن القمرية يعني عندي مثلا كوب زيت مع ملعقة صغيرة سمن القمرية اخلط والان ادهنه بنفسه وخليه يرتاح اكتر وقت ممكن دهنته بالزيت وخليته ترتاح بعد ما خليته ترتاح كده ساعة ساعتين الوقت اللي عندكم نص ساعة ابدأوا افردوها كده ادهنوا بالزيت هاد الخلطة اللي عملناها وافردوها بده الشكل بس يعني دوائر وقوبة تانية كمان افردوها يعني اجلس افتحهم كده بشكل دائرة بس مش دائرة كبيرة يعني وسط تكون كامل كل الثلاث حبات زي كده طبعا شوفو كيف الدائرة كبيرة انتم ادخلتوها ابو ست حبات بدقي اقل اصغر من كده زي بحق المحلات لما تشتروا الان خلاص بعد ما خلصت كامل فرد الثلاث حبات كل افرده يعني افك بشكل خفيف عرفتم عشان نسهل علي بعدين اني الوحة افك بشكل اكبر الان شوفو باخد اول واحدة فردت بشكل صغير وبفرده بشكل كبير هي بسرعة انفرد بفتحه من الاطراف يعني لترققوهاش كتير من الوسط رققوها من الاطراف شوفو نفس كده بس ما شاء الله اني هدي الخبزة كبيرة عندي شوفو كيف الان باخد من الخضار عندي هنا كرات كرات او كرات وعندي بصل اخضر الخضار اللي انتم تحبوها وعندي كمان كزبرة مع طماط كان معايا شوية مقطع بضيفه ولا اي بهارات ولا اي اضافات خلاص كده خلطته الان باخد هدي على الصاق يكون عندي صاق مسخن او يعني ساخن شوفو اول ما بفرده بس كده فرد بسيط كأني بعمل ورق السمبوسة بخليه بس تاخد النار وبقلوبه على طول مش ليش تحمر لا الان الخضار خلاص قلبته الان الخضار اللي اني خلطته بضيف له حبتين بيض وتقدرو الان تضيفه الملح والكمون بس اني ما اضيفش هنا الملح والكمون اضيفه على الصاق وخلاص على طول احطه على الصاق وافرده ووزعو خلطته الخضار كده بالبيض تمام حتى على الاركان تمام ووزعوها الان تقدرو ترشوه طبعا ملح وتقدرو ترشوه الكمون اذا انتم حابين تشوفوا كيف فردتها تمام الان باخد ملعقة زيت شوفوا اخد ملعقات الزيت والثمنة المخلوط وحطها طبعا اني هنا رشية الملح وما عملتش كمون اني ما عملتش كمون واضيف كمان احط ملعقة من الثمنة من تحت عشان تتحمر تمام اضيف لها كده قليل والان شوفوا قبل ما قلبه الان نشوف البيض بدأ ينشاف اش اسوي قبل ما اقلبه ادهناء ارش عليها زيت وثمن من فوق البيض شوفوا كيف والان اقلبه عشان ما يدلسقش البيض بالطاوة ارش علوه زيت والثمن الخلطة هادي وقلبوها وخلوه تتحمر عادي نفس كده ومن الاد اللي بتاكلوا الاد مطبقية بتاكلوها خلاص شوفوا نفس كده وارقع اشوف يعني احمره تمام كده اضغط عليها ممكن اضغطة الخبز كمان نفس كده خلاص كده قهزة اطبقية كده اتنين وهدي قهزة مطبقية حقا نحمروها زي ما تحبوا يحطوها كده في حافظة الان الثانية شوفوا كيف بفرده هي ما شالله على طول كده تحسوا تفتك معاكم ما شالله الان شوفوا خلاص بنقله الى الصاق طبعا اذا انتم خلطوه اصغر بسهولة بتنقله ما بتتنططش معاكم كده ما بتتعبكوش فانتم خلوه اصغر من كده اني خلاص مخارجة ثلاث حبات خلاص وهنا يكون عندي الكرات والبصل والطماط وشوية كزبرة حطت عليه البيتين ياهودا ليش متخلطش كله مع بعض شوفوا لو خلطوا الخضار مع البيض بعدين قلستو تسكوبو تعرفوا اش بيقع بتغير طعم البيض والخضار ما بتطلعش حلو انتم لاحظتوا انه اصحاب المطبقية كيف يعملوا ويخلطوه كده كله مع بعض بنفس الوقت انتبهوا تخلطوه ترجعوا تغرفوا كده لا غلط ما بتطلعش حلو بالعكس البيض ايش يقلب لكم يقلب لكم بيض وماء الا انه الخضار تخرج كل الماء حقه وما بتطلعش حلو ما تطلعش طعم المطبقية حلوة غير كده المطبقية في عدن اني لاحظتهم انهم يطبقوا الناش ما يقفلوا الناش لا يخلوه بيض باين ويقلبوه هم بس يلموا يعني عندهم عقينة مثل ورق السنبوسة بس ويقلبوا عقينة عادية ويحطوا عقينة ورق السنبوسة بعد ان حطوا البيض اذا انتم شفتوا هدي وبس وبعدين باقي العقينة كده يلمون النابس بس ما يقفلوا الناش لا حطوا ما يقفلوا الناش لا زي كده قربوا دي الطريقة جدا حلوة اني معتمداها وهنا شفوا عملت واحدة ثانية بس حطت له فلفل اخضر زوت فلفل يعني قرون نحنا نسميه قرون نحنا عرق فلفل اخضر قطعت عليه وبس تقدروا قالتكم ترشوا على كمون ترشوا على البهارات اللي انتم حبينا بس اساسا هي المطبقية ما في باش بهارات في بملح الا اذا بيضوفوا كمون بس وفلفل اسود شفوا الان ادهنة من فوق السمنة مع الزيت وقلبية لازم تدهنوها قبل ما تقلبوها اني لاحظتهم يدهنوها بعين يقلبوها فانتم من كده رشوا عليها السمنة والزيت بعين يقلبوها البيض عشان منتسقش البيض والله بتاكلوا ألد مطبقية شفوا ما شاء الله خلاص بعد كده طبقوها طبعا اذا بتعملوا قلت لكم اصغر من كده الحجم بياخد بيضة حباني على ده الحجم خلط بيتين عليه عرفتوا حبتين بيض ما شاء الله قالي ثلاث حبات كبيرة بس انا اعملي صغيرة انا عملي ستحبات واعملي كل حبة في بيضة وما شاء الله تطلع معي تقنن وهنا شوفوا كيف اكل بعدين ما اخرج واحدة ارجع الثانين عشان ايش يفضلوا حامين معايا احطهم فوق بعض زي يقول لكم معلم المطبقية معاكم باقي كده بس اخلط البيض والهذا باليد هم يخلطوا بيدهم وما شاء الله البركة فيها ونحنا ناكل ونتلدد كمان وخلص قاهزة المطبقية قلت باقطاعي زي هم بكده القطاعات طبعا ديك مش قطاعات ديك اللي تشيل البيضة ما قطع ليش تمام بعدين قبت هادي لي قطع فيها العقين قطعت وكمان ما قطع ليش تمام لانه هادي مش قطاعات عرفتو بعدين قطعت بحق البيضة تمام تقطعت فانتم ما قطعوا زي ما تحبوا كده قطعت المربعات يا السلام ايش يقول لكم دائما انا ريحة عدن دائما انا ذكرتني الغنية حق حفة القطاع حفة القطاع في باوليدة هندية والله القصم ما ايش يقول ايوه والله القصم ما بفرقه لو يطعنوني بالقنبية كنت الله اني اغنيها واني قلسة زي لكم بس زي انت بعروق الفلفل والليمون زي هم كده والان باقول لكم واه يا عادل هبلي حبتين مطبقية واحدة بقبن واحدة من غير قبن هيا في ساعة ما عرفش من فين قبت اسمه عادل بس كمان تقدرو تعملوا بالمطبقية قبنة قبنة مثلتات كده تقطعوها عليها والله وتاكلوا الاد مطبقية على الطريقة العدنية وكده وتعرفوا ريحة عدن شاهي احمر ولا شاهي ملبن يا السلام عصرة الليمون وحطوا قرن البسباس كده داخل وقرطنة وبالعافية يعني ما فيش احسن من كده واسهل من كده ما فيش تقريبا هدي اسهل طريقة في المطبقية وهنا نتناتع عن مزوقي عصرة الليمون شوفوا كيف قرن البسباس قرطة كده ويا السلام والشاهي الملبن بالعافية ليولكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم